بموازات ذلك كشفت مفوضية الانتخابات عن موقفها واستعدادتها من الانتخابات المبكرة كشفت مفوضية الانتخابات عن موقفها واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وذكر بيان لها أن مجلسها يدرك حجم المهام الملقاة على عاتقه لافتا إلى أهمية إجراء عملية انتخابية عادلة وفقا للمعايير القانونية والدولية يتطلب إسراء مجلس النواب باستكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الانتخابية لكل دائرة وترسيم حدود الدائرة بصورة دقيقة حينها يتسنى للمفوضية اقتراح موعدا لإجراء الانتخابات طبقا لما يرد في قانون الانتخابات مع مراعاة أن يكون الموعد في أقرب وقت ممكن وقال المصدر أن مجلس المفوضين واستنادا إلى قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 يعمل جاهدا على تهيئة التدابير الفنية واللوجستية اللازمة لإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية لحماية نزاهة وشفافية الانتخابات وكخطوة أولى فقد شرع المجلس بوضع السياسات والأنظمة والآليات التي تنظم عمل المفوضية ورغم ما رافق هذا العمل من تحديات إلا أنه تمكن من إعادة هيكليتها والنظامها الداخلي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الوظيفية لموظفيها على المستويات العملياتية والفنية والتوعوية الانتخابية فضلا عن الإدارة الداخلية إلى ذلك أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن ملف الدوائر الانتخابية ما زال مثار جدل بين أطراف مؤيدة ومعارضة في الوقت ذاته لافتة إلى أن قانون الانتخابات حسم أمره ولم يبقى غير الاتفاق على بعض الآليات وموعد إجراءاتها إضافة للدوائر الانتخابية وقال مصدر مسؤول في اللجنة إن الكتل السياسية من المؤمل أن تحسم الجدل بشأن الموضوع خلال الأسبوعين المقبلين لكن الأمر قد تحدث به مشاكل أخرى في المستقبل القريب عند تطبيقه ليس إلا على أرض الواقع خاصة أنه لا توجد بيانات دقيقة لبعض المناطق ما بين الإقليم وخارجه وبين المصدر أن قانون الانتخابات حسم لكن المشكلة الأبرز تتعلق بالدوائر الانتخابية فقط حيث أن الكثير من الكتل السياسية تقف على جانب الدائرة الواحدة على الرغم من التصويت داخل مجلس النواب على آلية الدوائر المتعددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر